جددة والكهربا بتقطع هنمسك في خناء مين؟ في خناءك احنا نقول الدكتور شاكر هو المسؤول قال لا ما عمديش في محطات التوليد غاز يكفي اننا اولد الكهربا اهو مش انا اللي قلت وزير الكهربا للشروق تخفيض الاحمال سببه نقص الغاز والطيار ينقطع في منزل يومي دكتور شاكر متشكري يعني فعلا كلامك مزبوط وما عندكش مشكلة لا في خطوط الكهربا ولا سلوك الكهربا ولا توزيع الكهربا ولا محطة الانتاج انت بتقول يا جماعة عربيتي جاهزة والطريق تمام والسواء موجود موين لي لو سمحت هو ده اللي قصده بالزبط يعني بالزبط اللي قصده الدكتور محمد شاكر انه انا كئني معاك عربية والعربية عشرة لعشرة جديدة ويعزيره والسواء جاهز ورابط حزامه واقف فيه التانك عايز يمون الغاز عشان ينطلق او البنزين او الصرار عشان ينطلق ده اللي قاله الدكتور شاكر شكرا يا دكتور شاكر اهو وزير الكهربا المصراوي مش بنقلف في تخفيف الاحمال وكلنا لازم نشيل بعض يا دكتور شاكر هنشيل بعض وبنشيل بعض احنا دلات بندور على الموضوع عشان الناس بتسأل الناس بتسأل وطالما الناس بتسأل لازم يكون فيه مجيب واحنا في الاعلام اهو بنتصدى بنقول مش بنتصدى بالباطل بنقول ما لدينا والحكومة تطلع تقول الحكومة طلعت وزير الكهربا وطلعت كل اول مبارح يوم يوم الخميس يا براهيم ولا لا رئيس الوزارة يوم الخميس اول اربعة يوم الاربعة اعتقد الدكتور مصطفى مدبولي كان فيه اجتماع مجلس الوزارة وطلع القبيان بمناسبة تخفيف الاحمال وانقطع التاريخ الارباء قال ايه الانقطاع التاريخ الاربائي او تخفيف الاحمال اهو اهو خلال اجتماع مجلس الوزارة رئيس الوزارة يستعر تأثير ارتفاع درجات الحرارة على شبكات الكهرباء والغاز قال ايه الدكتور مصطفى اهو اهو تخفيف الاحمال الكهرباء بسبب الموجة الحارة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة فيه استهلاك زيادة وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية التي ادت لانخفاض ضغوط الغاز في الشبكات يبقى الدكتور مصطفى مدبولي قال انه الغاز اللي في الشبكة اللي بيروح يولده بيه الكهرباء موانسش انت ما عارف ايه هو انا بولد كهرباء ازاي بالماية يعني ولا بالهوة لا بولد محطات الكهرباء بتشتغل بحط غاز عشان اولد كهرباء زمان كنت بحط مزوت عشان اولد كهرباء فالمزوت بيلوس البيئة فاحنا عايزين نحافظ على البيئة والمناخ فمنعنا استخدام المزوت مع امكانية استخدامه وبنستخدم غاز في توليد الكهرباء الغاز اللي موجود في الشبكات قال للضغط بتاعه فبالتالي عشان اوفر شوية لازم اخفف الاحمال ده الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى مدبولي وده الكلام اللي قاله واكده الدكتور محمد شاكر بي 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 بي